رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة فيتش لقطع البترو كيمويات في مصر حيث أكدت الوكالة استمرار نمو القطع في المستقبل مع انتقال مصر من الاستيراد إلى التصدير وأن مصر ستكون مركزا لإنتاج الهايدروجين الأقدر بنسبة 5% من السوق العالمية بحلول عام 2040 هذا وأشرت وكالة فيتش إلى ارتفاع صدرات البترو كيمويات والكيمويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 76 مليار دولار أمريكية مدعومة بنمو انتقال غز الطبعي وارتفاع الأسعار ومتجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيمويات والأسمدة الذي توقع صادرات بقيمة 85 مليار دولار أمريكي بزيادة تصل إلى حوالي 11%